طيب إحنا دلوقتي لو طلب منك إنك تبقى مساعد مدرب أو مدرب العام مع مدرب أجنب مثلا للناد لأهلي توفق بص السؤال ده أنا تسألتوا كتير قوي قوي لا أنا أنا أقلل بأسألك ماليش جعب اللي تسألت يعني عصر السؤال أنا مش يعني اسم ترامة الفترة اللي فاتت لا ده أنا بأسألك دلوقتي لا اقول لحضرتك وأنا مص صغير يعني لا طبعا لا 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 أشتغل أنا عندش مشكلة لكن لما تيجي تكلم مثلا معايا انت طرحت مين اللي طرح اسمك في السوق او في السوشيال ميديا اللي انت تشتغل اولا حد حتشكلمني اه انا في وقت وقت كنت المفروض كنت جاي النادي الاهلي في وقت معين مثلا في وقت اللي انت في الطب فيه في التدريب اه وحبا حقا نتاج اتعرض اللي انا اشتغل نمبر وين اه لا مع مدارب اجنابي جبير مع مدارب اجنابي كويس دي وقتها وممكن في وقت تتعرض نمبر وينه وتشتغل المدير فني حلو اوي انا بكلم على الحالي الوقت بص باتوافق يعني انا انا لو طلب منك الكابت الخطيب بنسك سمعت فنعلك يا حمادة تعال هتشتغل معا انا اعود اتكلم معايا واشوف ايه 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 انت جواك ايه ايه تبقى مر ايه مسحتي في الشغل ام امسحتك في الشغل للمدير الفني يبقى الرجل مسلول عن كل حاجة والمدرب المساعد يبقى منفذ للرجل الهو ده جاية ساعد المدرب عشان نقوم بحاجة معاينة بص زبط كده بص انا محبش ارد على السؤال ده لا انا برحتك انا انا بحبت يا كابتر مصافي مضوع ايه انت ليه مش بترشح في النادي الاهل النادي الاهل عمر مرشحك لو الكابتر الخطيب رفع سمعت الفن وقالك يا حمادة هجاعد معا طبعا هتروح ها وجوك هتبقى مقتنع ها طيب انت بتحلم انك تكون في يوم من الايام تبقى المدير الفني للنادي الاهلي طبعا طب ايه انت شايف النادي الاهلي الوقت بيقوله المفروض وده بتقاللش من قيمة المدرب المصري او المدير الفني المصري النادي الاهلي بيعتمد كل شيء انه بقى المدير الفني اجنابي هل انت شايف مدير الفني في كل الاوقات لازم بيبقى اجنابي او لازم بقى فيه واحد مصري بص انا عندي مقولة بقول التدريب ملوش جنسية انت كنادي بتشوف مين عنده كفاءة اللي يحط النادي الاهلي في المكانة بتاعته نعم ويقدر حقق الطموحات والاهداف بتاعتك نعم اجنابي او مصري افرد ما فيش مصري بكفاءة بتجيب اجنابي طبعا اه كان في كفاءات انت محمد يسف خد فرصته واشتغل مدير فني محمد بدل خد فرصته واشتغل مدير فني اشتغل ما كانش مؤقت اه انا عندي طموحة بقى مدير فني النادي الاهلي كل واحد طبعا بتمنى لنفسه لو المسؤولين شايفين الكفاءة حمد يقدر يخوض النادي الاهلي انا ما عنديش مشكلة خالص اه اه طبعا بحلم